السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخباته وحبابي في كل مكان عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وصحة وسعادة وهنى اللهم امين يا رب العالمين فيديو نهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطر المشالتة بطريقة سهلة وجميلة بدون فرد ولا تعب ولا مجود لو اول مرة تعمليه بكل سهولة هاتي بس كيلو دقيق وزي ما انتم شايفين احلى فطرتين من كيلو دقيقة هوت شايفين شكله عامل ازاي جلاش باسم الله ما شاء الله يلا بقى كده بس قبل ما ابدأ فيديو نهارده يعني طلب كده كل اللي معيهم في القناة الغوا الاشتراك وجددهم الاول لان طبعا بياتصل علييا ناس كتير واخوتي كمان مش يعني اختي بتقول مش بصير لاشعار كمان من القناة بتاعده فكده اللي مشترك معي الغوا الاشتراك من الاول عملوا كلمة الغاء وبعد كده اشتركوا من الاول تاني مع sway político الاشتراك وبعد كده اعملوا كلمة اشتراك تاني من الاول وعلامة الجرس وبعد كده كلمة الكل عشان يوصل لكم كل الاشعارات اول منازل الفيديو على طول لايك بقى للفيديو اشتراك بقى من الاول تاني ويلا بقى كده اقعد غير المحطة ولتروح في اي حتة ونشوف هنعمل فطر المشالتت بكل سهولة لو اول مرة تعمليه ولا يهمك تعالي كده ونشوف هنعمله ازاي بس الاول بقى كده يعني نتنفس كده الهوى كده النقي وزي ما انتم شايفين بقى كده جاملة الريف والخضرة والحاجة الطبيعية اللي هي ترد روح الاول قبل بقى كده ما ندخل على العجن ونشوف هنعمل فطر المشالتت ازاي اخذكوا بقى كده الاول جولة كده ونشوف جمال الخضرة وجمال الريف زي ما انتم شايفين كده صباحكم ورد وفل وياسمين معطر بذكر الرحمن والسلام على الرسول عليه افضل والسلام ويلا برضو لازم كده نقول اللهم صلي وسلام وبرك على سيدنا محمد صلاة انت فرجوا بها الهم وتزيحوا بها الغم وتسددوا بها الدين وتحقق بها الامال وتشفي كل مريض يلا حبيبو ندخل ونشوف هنعمل ايه طبعا هنهعمل كيلو دقيق كيلو دقيق برضو عشان اعرفكم هو 8 كبيات من الاكواب المجي بتاع الشاي لو عندك دقيق ومش عندك ميزان عايزة بقى كده توزيني الديق 8 كبيات من المجي بتاع الشاي ده هو ده كيلو دقيق طبعا لو انت مش عايزة تعياري خالص حط بقى الكمية اللي عندك وبعد كده طبعا المية بتبقى حسب الديق اللي عندك في دقيق بتشرب المية كتير يعني هتحطي بقى كده طبعا نستعمل مية من الحنفية عادية خالص الجوحر ونجيب مية عادية من الحنفية بس طبعا لازم كده ننخل الديق الاول علشان ببقى عند العطار لو في حاجة جاية عليه حبيت عادسة حبيت فوليوب انت كده الديق بتاعك نظيف وبعد كده حطت عليه نص معلقة ملح ده كده كيلو دقيق حطت عليه نص معلقة ملح وقادي معلقة سكر ونص معلقة صغيرة من البيكنج بودر بس كده والمية بقى هيوية هتبقى من الحنفية عادية خالص زي ما قلت لكم المية بقى كده هستعمل ثلاث كبيات مية بس الاول هحط كبايتين ونشوف بقى كده العجين بتاعنا او الديق هيحتاج مية قدي زي ما قلت لكم يعني مية عادية من الحنفية ونستنى بقى كده عشان بتختلف من النوع ديه للتاني حسب الديق هنلف بقى كده طبعا ممكن تعمليه بايدك نفس الخطوات هتحط برضو في طبق كده او في بولة عندك هتحط كيلو ديه وعلي نص معلقة الملح ومعلقة السكر ونص معلقة صغيرة من البكنج بودر وتحط بقى كده كبايتين مية وتلفهم بقى بايدك كده بدل العجين ما بياخدش وقت خالص وكمان اللهم صلى عن نبي الفطير ما بحتاجش تنقعد بقى كده نعجن فيه ونلت فيه ده طبعا بيخلي العجينة معاك تنشف لكن بنلم بس كده خلاص اول ما بتلمي تلاقي كده الديق تشرب المية يبقى كده خلاص بنلم بقى كده عجنتنا ونسيبها بقى كده تلتح شوية وهنشوف مع بعض هنعمل ايه طبعا احتاجت هنا ثلاث كبيات مية على الكيلو الدقيق ممكن يقل شوية يزيد شوية لو انت بتستعمليه حسب نوع الدقيق اللي عندي طبعا بتكون بقى كده عجنته تكون طريقة معاك عشان تبقى تساعدك بقى كده على الفرد اهي شايفين زي ما انتوا بقى كده شايفينها هوت مش هسيبها ترتاح ولا حاجة هاخدها بقى كده على طول وبعد كده هقطعها طبعا هقطعها كده متساوية لست كور يعني هشكلها كده ست كطع تكون نفس المقاس لان هعمل فترتين فتبقى كل فطيرة طلت كطع يبقى خدت العجينة اهيت على طول مش تبتها ولا حاجة ترتاح هنسيبها ترتاح بعد كده لكن زي ما انتوا شايفين اهوت هقطعها بقى كده لازم تساوي العجينة بتاعتك ما تتخليش لها حرف عشان ما يبقاش للقطع اللي في الاول تبقى صغيرة لكن سويها كده زي ما انتوا شايفين اهوت وقطعها بقى ست كور متساوية عشان نعمل كل فطيرة تلت تلت كطع طبعا دهان تستنية زيت عشان بقى كده تبقى تحتها زيت يعني وبعد كده برضو لما اشكل ست كطع دول هادهن بقى كده وشوهم برضو بازد عملت معاكم الفيطر المشال تتقابلي كده وعملت عنهم والدتي برضو كان جميل بنان بقى كده على طلب اخواتي وحبيبي اللي طلبوا من والدتي تعملهم الفطير والنهاردة برضو بعمله معاكم يعني لو ما احترى بقى كده في البيت هتعملي ايه هاتي بقى كده دقيق وتعالي وعملي كده وقضوا بيه اليوم وقادي بقى كده اكلة جميلة بنبقى كلنا في مش هزن بقى كده كل ما نحتاج فطير نجيبه من بره يعني بقى كده هاكله الديق وفي البيت هتوفري وحاجة نظيفة وبكل سهولة زي ما انت شايف اهو هسيب بقى كده التلات لما صال على سيدنا محمد زي ما شكلته اهوت وبعد كده هادهن بقى كده بالزيت وغطي بقى عليه هسيبه بقى كده نصف ساعة لما يرتاح بقى كده هنطلع لطيوري وروأ بقى كده حتتي وهنجهز الفطار وبعد ما فطرنا بقى كده هوت عشان يلا نقطع بقى كده الفطر بتاعنا وعملت كوباية الشاي كمان وهي هنشرب بقى كده الشاي الاول ونشوف بقى كده فطرنا هنعملش زي شايفين بقى هوت يعني تحطي فاك كده صبعك تلاقي بقى كده العجينة بتاعتك مش بترد تاني فخلاص بقى كده تبقى سلم عنا وهنا بقى كده دي كوباية سمنة على قشطة يعني سمنة على قشطة ده اللي انا هادهن بيها اللي ما صارع سيدنا محمد الفطير قلت بقى كده قبل ما اشتغل بقى كده ويدي يعني زي ما انتشافين كده يعني انشغل قلت بقى كده اشرب الشاي الاول وبعد كده جبت اول قطعة طبعا افردها بنفرد على زيت اوسع بقى كده وبعد كده زي ما انتشافين على قد مقاسي الصينية بالضبط يعني ولا قمت ولا تحركت من مكاني ولا اي حاجة بكل سهولة هتعمل عندك على طبلية تعمل عندك طبعا كلنا عندنا الصواني اللي هي بتبقى زي ديت ممكن تعمل على رخامة المطبخ ويدي بقى كده السمنة اهيت على القشطة وهلف بقى كده بيها ادهن بيها آآ الفطير طبعا زي ما قلت لكم هعمل لكل فطيرة آآ تلات كوة فهلم بقى دي كده اهيت وبعد كده طبعا كل ما نلم بندهن برضو طبقة من السمنة البلدي على القشطة علشان تبقى يعني الفطير معروف اللي هو سمنة بلدي عشان يبقى يديك كده طعم حلو ونفس يكون جميل طبعا كل ما طبق ناحية آآ هحط برضو عليها آآ الادهنها دهنا طبعا نتوفر عندك ونكن تدهني بزبدة ونكن تدهني بزيت على سمنة بس احسن حاجة عشان ما نشفش معاكي آآ سمنة بلدي زبدة برضو بتبقى جميلة للفطير ده كده اول آآ قطع اهيت شلتها وركنتها هفرت بقى ديت اهيت وبعد كده هحط فيها اللي انا آآ اول كورة اللي انا هتبطها هشلها بقى هيت ولامها برضو وهكذا كده اول آآ فطير معي زي ما قلت لكم آآ كل واحدة خليت مني تلات آآ تلات آآ قطع وبفرد اول واحدة وحط فيها آآ بعد كده افرد التانية وحط فيها الاولينية وافرد تلات واحدة وحط فيها الاتنين الاولينينا فردتهم وطبعا بعد كده بقى هسيبها ترتاح يعني هسيبها بقى كده قيمة نص ساعة آآ يعني آآ او ربع ساعة آآ ترتاح معيك عشان طبعا انت تفرديها تفرد معيك على طول وحسيبهم بقى كده طبعا نغطيهم الاول وهركنهم آآ دي بقى كده آخر قطع اهيت نحطها برضو وهلم بقى كده عليها الطبقة التالتة طبعا السمنة دي بتاع المعيكي بيخلي كده الفيضر بتاعك مورق ويكون حالو ألف بقى كده بعد ما مخلص بلفها بقى كده عشان تبقى معايا مدورة طبعا بقى لبها زي ما انتم شايفينه وبلفها عشان تبقى معينا تاخد بقى كده شكلي دايرة تكون آآ دايرة يعني وحنا بنفرد بقى كده الفيضر تبقى متساعد معيك طبعا بدهن بقى كده الصواني بتاعتي اهي سمنة ويبحط بقى كده فيها الفطير ويبركنها بقى كده سبتها ربع ساعة نص ساعة يعني برضو هتروحوا تشوفوا وراكي ايه وترجاعي برضو تاني لعجلي طبعا فردتهم اهيو في الصواني ويجبت بقى كده سمسم برضو وبقى شكله جميل ونحطه بقى كده على الوش طبعا في الوقت دا وتنا مولى على الفرن لازم يكون الفرن عالي من بولع الجناب بولع من تحت الفطير عشان يطلع معايا كطاري لازم تكون مولى على الفرن من تحت ومن فوق وتكون النار عالية وطبعا انت بقى كده بتعود جنبه ومش بس بيه وبالضغيرة بقى كده فيه علشان تبقى في مكان من تحت الصجة بتبقى حمية شوية عليه مكان بارد فبنحاول بقى كده ان احنا بنلف بقى كده الفطير معين شايفين بقى الفطير عامل ازاي بياخد طبعا لون من تحت ولون من فوق وبالطلاع على طول وزي ما قلت لك الفطير اهم حاجة على نار عالية عشان يطلع معاك كده طاري لو سبتي على نار هادية تعبك ده كله هيروح وتلاقي الفطير ناشف معاك وبكأنك بتاكل يعيش ناشف فعشان يطلع معاك طاري لازم بقى كده زي ما انتم شايفين اهوت بيشيله بقى كده وبحطه على اكياس يعني بلمه على طول و هو لسه سخن فرجت بقى كده الاول كيزة اهيت في المشنة عشان طبعا ما تنزلش الدهون تحت وبعد كده حطيت الفطرة الاولية وبين الفطرة والفطرة التانية حطيت برضو علشان الدهون او السامنة لفوق ما تنزلش على الفطرة التانية و تبقى ده سما اوي معيك يبقى كده هذه الفطرة و شايفين بقى كده شكله عامل ازاي و هندوق بقى كده و هقول لكم شكله عامل ازاي او طعمه عامل ازاي نوع عن الشكل يبين و كمان يعني مش ع regrets اقول لكم كان حاجة كده بسم الله مشاهما الله جربوه ان شاء الله هيعجبكم و هندوق بقى كده مع بعض احلى فطير مشالتد شايفين بقى كده هوت في الحطيت بقى كده عسل وجبنا بيضة وقادي الجبنة المش وده كان فيديو معاكم النهاردة ده بقى النتيجة اهيت بقول لكم احلى فطير مشالتت جربوه مش هتندمو على ضمانتي في العاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته